السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثاني الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح النص المعلوماتي الأخلاق الكريمة من منهج اللغة العربية الجديد للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب نص معلوماتي الأخلاق الكريمة نقرأ مع بعض النص التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة محتاج والحفاظ على المكان يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراسه ويظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة من خدمة المجتمع ومنها دور الأيتام ودور المسنين المعارض والمشاريع التي توفر الغزاء والملابس بأسعار مناسبة زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة يبقى التعاون من الأخلاق الكريمة التعاون من الأخلاق الكريمة إلى الأخلاق الكويسة التي توجد في حياتنا يبقى التعاون بشكل كويس يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن يبقى كل أفراد الأسرة والفصل وتلاميذ الفصل أو زميلك في الفصل وزميلك اللي في المدرسة والحي والمدينة والوطن كلهم بيتعاونوا في المشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ عليه تاريخه وتراسه يبقى نحافظ عليه على التاريخ بتاعنا نحافظ على الأصار بتاعتنا ويظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة من خدمة المجتمع زي دور الأيتام دور المسنين المعارض والمشاريع اللي بتوفر الغزاء والملابس بأسعار مناسبة ويظهر في زراعة الأشجار والحفاظ على البيئة قاموس الأضواء نص المعلومات الحياة الكريمة في ملحق الأضواء الكلمة ومعناها أتعاون معناها أتشارك المهام معناها الأعمال المهمة تراس معناها كل ما له قيمة باقية إبا كل ما له قيمة باقية إبا تراس معناها كل ما له قيمة باقية الأيتام أطفال فقد آباؤهم الأيتام معناها أطفال فقد آباؤهم المسنين اللي هم كبار السن المسنين كبار السن البيئة هي الطبيعة من أرض وهواء إبا البيئة هي الطبيعة من أرض وهواء بعد كده نغض المفرد جمع حياة جمعها حيوات أسرة جمعها أسر الفصل جمعها الفصول الحي جمعها الأحياء الوطن جمعها الأوطان المحتاج جمعها المحتاجون بعد كده الجمع مفرد الأخلاق مفردها الخلق دور مفردها دار الأيتام مفردها اليتيم المسنين مفردها المسن المعارض مفردها المعرض المشاريع مفردها المشروع الكلمة مضادها التعاون مضادها التخازل الحفاظ مضادها الإهمان يجتمع مضادها يتفرق كثير مضادها قليل الأسليب التركيب اقرأ ولاحظ التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا هنا عندنا التعاون بها لام شمسية هنا اللام لا تنطق فقلنا التعاون من عرف جر الأخلاق اسم جمع الكريمة بها مد باليا فقلنا الكريمة يبهنا الراء ممدودة باليا التي للمفرد المؤنس توجد فعل مضارع حياتنا اسم مفرد عن هل مع بعض تدريبات منحق الأضواء النص المعلومات الأخلاق الكريمة في منتصف الكتاب صفحة 97 نشاط واحد صدق لكلمة ملونة بمعناها المناسب يجب أن يتعاون الناس على الخير يتعاون يتعاون معناها يتشارك نوصلها بها علينا إنجاز المهام التي تحقق التقدم المهام معناها الأعمال المهمة نوصلها بها للأيتام حق على المجتمع الأيتام معناها الأطفال الذين فقدوا آباؤهم نوصلها بها يجب الاهتمام بالمسنين المسنين معناها كبار السن نوصلها بها البيئة النظيفة تقلل من الأمراض البيئة معناها الطبيعة من أرض وهواء وماء نوصلها بها نشاط اتنين اختر الجمع المناسب لكل كلمة جمع الحي هل الحياة ولا الأحياء الأحياء فنضع خطح الأحياء أسرة جمعها أسر نختار أسر حياة جمعها حيوات نختار حيوات المحتاج جمعها المحتاجون نشاط ثلاثة اكتب مفرد الكلمات التالية من الجدول هنا يجيب لك الجدول في حروف تكون كلمة مفرد معارضة معرض حروف كلمة معرض ميم عين راه ضاد نضعها في دايرة ونكتب هنا معرض مفرد مسنين موسن وهذه حروف كلمة مسن نضعهم في دايرة ونكتب هنا موسن مفرد دور دار وهذه هنا كلمة دار دال ألف راه نضعها في دايرة ونكتب هنا دار مفرد أخلاق خلق وهذه كلمة خلق خاه لام قاف نضعها في دايرة ونكتب هنا خلق نشاط أربعة أكمل الجدول بكلمات من القائمة هنا في القائمة يجيب لك الإهمال التخازل كثير المساعدة الكلمة مضادها فهنا عندك التعاون مضادها التخازل فنكتب هنا التخازل طب هنا الكلمة مضادها قليل يبقى كثير نكتب هنا كثير مضادها قليل الحفاظ مضادها الإهمال فنكتب هنا الإهمال في نشاط خمسة صدق لسؤال بإجابته هنا يقول لك أذكر أحد الأخلاق الكريمة في حياتنا إبقى من الأخلاق الكريمة في حياتنا التعاون فنوصلها بالتعاون طيب السؤال بعد كده فيما يتعاون أبناء الوطنين هنا الإجابة بتاعتها في مساعدة المحتاج والحفاظ على المكان نوصلها بيها أذكر بعد أشكال خدمة المجتمعين هنا نوصلها بإنشاء دور الأيتام والمسنين نوصلها بيها ما واجبنا نحو البيئة الحفاظ عليها وزراعة الأشجار نوصلها بيها نشاط ستة اقرأ ثم أجب يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراسه ويظهر التعاون في مصر في أشكال كثيرة من خدمة المجتمعين ألف هات معنى تراص إبقى معنى كلمة التراص كل ما له قيمة باقية نكتب هنا كل ما له قيمة باقية مضاد يجتمع يتفرق لماذا يجتمع أبناء الوطن الواحدين للحفاظ على تاريخه وتراسه طيب استخرجنا الفقر اسما جمعا أبناء فعلا يجتمع نوع فعل مضارع حرفا في كلمة بها لام شمسية التعاون كلمة بها لام قمرية الوطن كلمة بها تنوين أشكال نشط سبع صنف الجمل التالية هنا جيبنا جملة اسمية جملة فعلية الجملة الاسمية تبدأ باسم الجملة الفعلية تبدأ بفعل طيب هنا اللي ببدأ باسم الحديقة جميلة محمد صادق نكتبهم هنا طيب جملة الفعلية تبدأ بفعل نام الطفل جاء المعلم نكتبهم هنا عن حل مع بعض تدريبات الأضواء على النص المعلومات الأخلاق الكريمة صفحة 236 واحد فكر نشاط لون الرياضة التي تظهر بها صفة التعاون فهنا عندها رياضة التعاون رياضة قوة القدم فنلون الصورة دي اتنين اقرأ واكتشف نشاط ألف اخضر المعنى المناسب للكلمة الملونة هنا جيبنا كبار السن الطبيعة من أرض وهواء ومياه أطفال فقد آباؤهم أتشارق أتعاون أنا وأصدقائي في تنظيف البيئة أتعاون معناها أتشارق فنكتب هنا أتشارق البيئة الطبيعة من أرض وهواء ومياه يساعد الأغنياء الأيتامة الأيتامة معناها أطفال فقد آباؤهم تهتم الدولة بالمسنين المسنين معناها كبار السن نكتب هنا كبار السن نشاط به ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة التعاون يؤدي إلى النجاح العبارة صحيحة لا يتعاون الناس في مصر العبارة خطأ لا يهتم المصريون بدور الأيتام والمسنين العبارة خطأ من التعاون توفير الغزاء والملابس للمحتاجين العبارة صحيحة نشاط دارسل كل جملة بالصورة التي تناسبها نقرأ مع بعض الجملة يدافع الجنود عن الوطن وهذه الصورة الجنود نوصلها بيها يزين الأطفال الشارع وهذه الصورة الأطفال يزينون الشارع نوصلها بيها يوزع الشباب الأطعمة على الفقراء والصورة الأطفال هنا صورة الشباب يوزع الأطعمة على الفقراء ووصلها بيها نشاطه أنظر للصورة ثم اكتب جملة باستخدام الكلمات هنا يجب لك الأم الملابس هنا الولد يساعد أمه في ترتيب الملابس فنقوله يساعد الإبن أمه في ترتيب الملابس نكتبه هنا طب هنا عندنا يشاعرك صديقه وهنا في الصورة جيب لك قفلان يتشاركان في المذاكرة فنكتب تحت منها يشاعرك الصديق صديقه في المذاكرة ثلاثة لاحظ واكتشف الأسليب والتراكيب الجملة الإسمية والجملة الفعلية وإحنا قلنا الجملة الإسمية تبدأ باسم أما الجملة الفعلية تبدأ بفعل فهنا أقول لك لاحظ واكتشف نشار ألف صنف كالمثال فهنا جيبنا يلعب أكتب القاهرة سعاد قرأ يرسم قصيرة الأسد هنا عايز من هنا الاسم فهنا الأسماء اللي عندنا الأسد هو كتبها وبعد كده القاهرة سعاد قصيرة نكتبها في الأسماء أما الفعل هنا كتبنا يلعب يبقى كنا نكتب أكتب أكتب قرأ يرسم هذه أفعال نكتبها هنا في الأفعال في النشاط به أقول لك ضع كل كلمة في مكانها المناسب كالمثال هنا جملة الإسمية وهنا جملة الفعلية هنا يجيب لك نغط هنا في المثال يجيب لك القراءة مفيدة هنا كتب القراءة مفيدة هنا نغط معالج نقول الطبيب معالج نغط واسعة نقول الحديقة واسعة طب بالنسبة للجملة الفعلية زار الأب المريضة هنا اختار فعل زارة كتبها في النغط نغط الولد النافزة يبقى نختار فعل فتح فتح الولد النافزة نغط الفلاح الحقلة فنقول يزرع الفلاح الحقلة نكتب هنا يزرع لاحظ وتعلم نشاط صدق لجملة بما يناسبها كالمثال نتناول الطعام الصحي هنا جملة فعلية فموصلها بكلمة جملة فعلية النظافة سلوق جميل موصلها بجملة اسمية تبدأ باسم فموصلناها بجملة اسمية طب هنا الجملة اللي عندنا الصدق طريق الجنة جملة اسمية نوصلها بجملة اسمية يستمع التلميذ إلى معلمه بتبدأ بفعل جملة فعلية نوصلها بجملة فعلية ينظم الولد أدواته ينظم فعل فنوصلها بجملة فعلية التعاون من الأخلاق الكريمة هنا التعاون اسم فنوصلها بجملة اسمية نشط بصنف الجمل الآتية هنا جيب لك يحكم القاضي بالعدل المهندس يخطط المنازل يخطط المهندس المنازل القاضي يحكم بالعدل هنا عندنا الجملة الاسمية والجملة الفعلية الجملة الاسمية تبدأ باسم مثل المهندس يخطط المنازل القاضي يحكم بالعدل الجملة الفعلية تبدأ بفعل فعندنا الجملة الفعلية يخطط المهندس المنازل يحكم القاضي بالعدل نشاط جيم حول الجملة الإسمية إلى فعلية والجملة الفعلية إلى إسمية هنا من تلك مثال العصفور يغرد حولناها لجملة فعلية فقلنا يغرد العصفور تقرأ التلميذة القصة نحولها لجملة إسمية فنقول إيه التلميذة تقرأ القصة يحمي الضابط الوطن جملة فعلية نحولها لجملة إسمية فنقول الضابط يحمي الوطن يوسف يذهب الى المدرسة جملة اسمية تبدأ باسم نحولها لجملة فعلية فنقول يذهب يوسف الى المدرسة نشاط دال اكتب جملا تعبر عن الصورة هنا نكتب الجملة الاسمية وهنا نكتب الجملة الفعلية هنا في الصورة بنت بترسم لوحة فنكتب جملة اسمية نقول البنت ترسم اللوحة طب هنا عندنا جملة اسمية تاني الاطفال يلعبون بالقرة فنقول الأطفال يلعبون قرة القدم طب الجملة الفعلية هنا ولد يركب الدراجة فنقول يركب الولد الدراجة البنت تقرأ كتابا فنقول تقرأ البنت كتابا ويبكده نصلنا معكم لنهاية الدرس النهار رجيكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر